اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحاول قدر الامكان استدراجها لكي تقع في الخطأ اقول استدراجها لكي تقع في الخطأ او بان تعطي واحد تصريحات في المص قبل هما يتبنوها الطرف الاخر ويعتبروها كدليل ضدها لهذا القدر من الاخت ساميرا اتنسون تحاول ما امكن بانها من تكلم مع شي قناة معينة ما تخدش في الموضوع كتر من الوقائع اما فيما يتعلق ب الامور القانونية او مجالات اخرى كالاحسان او غيره بلا منزل نعطي لها اكتر فهك شي ما تخصهاش هك شي تخصنا احنا لهذا هما تحاولوا ما امكن اقول صحفيين واحتراماتي لكم لان كسبة الله انتم تتعب النزاة والحياد وكي كانش يوحدين ما فيهم شهد لك ليتهدو وتحاولوا ما امكن يستدرجوا يعني الشخص اللي تستجوبوه على حسب المصالح اللي بغني يوصلوا له فاقول احنا هذا مؤامرة احنا عقنا بها اقول هاد المؤامرة عقنا بها وليقال وليل تقول بان الاسد النوري رهون سحب القضية يراجع نفسه واذا يقول بان الاسد النوري تم استبعاده فهذا الشي كذب وبهتان الاسد النوري لا زال متواجدا للدفاع بقوته على الاخت السامرة الى اخر رماق وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة